مرحبا وأهلا فيكم. اليوم السوريين فقوا على كارثة حقيقية من تداعيات القرارات التي صدرت بالأيام الماضية ومن رفع زيادة على رواتب العجور على أساس بنسبة 50% أجاني اعتراضات كثير على هالنسبة لأن الزيادة أجت على الراتب المقطوع يعني الشي الذي يقبضه الموظف بعدما يقتطعه الضرائب والعجور بمعنى أنه 50 ألف ما تزيد 25 ألف مثل ما حكينا مبارع بتزيد 15 ألف فقط بحدود 5 دولار يعني وبالإضافة لذلك طبعا هالخلل الكبير طبعا سبق موضوع زيادة رواتب العجور مثل ما حكينا بس منعيد بسرعة زيادة في معظم المواد الأساسية وأهم المازوط 300% الخبز 100% البنزين ذاته أيضا يعني بالتدريج من 2000 صار 3000 الرز السكر إلى آخرية رفعوا الدعم عن كثير من المواد الأساسية وبالتالي صار خاصة رفع أسعار المازوط صار اليوم الصبح في حتى بالصحافة يعني الرسمية وشبه الرسمية في شكوى من ارتفاع كبير الأسعار والأهم موضوعنا اليوم هو موضوع النقل وهنا بيدلل على يعني فينا نقول طبعا واضح أنه القرار غير مدروس ويمكن عن عمد ما في أي عدالة بين الدخل يلي هو 60 ألف وبين احتياجات الأسرة يلي بوصل إلى 600 ألف يعني اليوم الأسرة تحصل على 10% من ما تحتاجه للتأمين الكفاية كيف بتدبر حالها الله أعلم بالإضافة لذلك توقيت إصدار هذه القرارات يعني تخيلوا ما كان فيهم يستنوا لحتى تخلص المدارس وفقوصات الطلاب لحتى يصدروا القرار اليوم في كثير من الطلاب ما حسنوا يوصلوا لفقوصاتهم لا ما في وسائل نقل زاد سعر الموضوع حددوا تعرفة الركوب في كثير من المحافظات وفي محافظات ما حددوا فيها وبالتالي صاروا الأصحاب السرافيسي اللي هو وسيلة النقل الأساسية عنه يحطوا التسعيرات على كيفهم وقفوا عمل استخدموا بالإعلام كلمة حردوا وحرنوا عن العمل الناس ما عاد حسنية لا تروح على إجهالها ولا على جامعتها ولا على المدارس ولا تتنقل من أي مكان لمكان اليوم فينا نقول في شلل تقريبا شبه كامل في المحافظات السورية بسبب هذا القرار يلي أيضا ما في دراسة وعدالة بالنسبة للسائقين يلي ما بيحقق لهم أي أرباح حسب ما ذكروا وما في أي استعدادات للتطبيق القرار لأن رفع أسعار المزوط إلا فيه له تداعيات بهالنسبة الكبيرة ما رفعوا عشرة وعشرين بالمئة رفعوا ثلاثمية بالمئة تقريبا فبيكون له تداعيات فهن ما كان في أي استعداد أو ضبط أو تنظيم لعملية النقل وضمان أنه هذا شريان الحياة يضل ماشي ما بيهمهم أبدا خلص يلي بده يحرد يحرد ويلي بده يروح على جامعته يوصل يروح يدبر حاله يلي بده يروح على وظيفته يدبر حاله ما بيحرد يدبر حاله يصطفل يعني هاي هي السياسة العامة للحكومة مع الأسف هذا الشيء اللي صار لحتى لدرجة يعني اليوم فيه بمحافظة السويدة خبر أنه الموظفين بلشوا يقدموا استقالاتهم أو يقدموا استقالاتهم من فترة لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف النقل وهذا صحيح وفي ناس حسبوه أنه النقل يلي صار بيكلفهم يوميا بحدود الألفين ديرا لربو الأسرة ما حكينا عن باقي أفراد الأسرة اللي عنده مدرسة وعنده شغل أو مضطر يتنقل وحق الخبز بيطير الراتب تماما يعني الراتب اليوم للموظف السوري أو للعامل السوري يلي بيأخذ لحد الأدنى الرواتب الأجور تقريبا معظم السوريين بيأخذوا لحد الأدنى لرواتب الأجور بالإضافة للمتقاعدين فهذا الراتب تماما يكفي لأجرة الخبز والمواصلات الغير موجودة حتى يعني إذا اشتغلوا التكاسي بحسب التكاسي وتعرف الموضوع التكاسي والسرافيس ولكن مع حالة الإستعصاء وبدأ يتحكمه بكرة أكيد بدأت تفاقم الأزمة مع عدم توفر يعني حتى بهذا السعر ممكن ما تتوفر هذه المادة لأسباب كثيرة ورح يصير فيه شلل تام ويصير الموظف أو العامل بالإضافة أنه بيقضي 8 ساعات بالشغل وبيحط تكاليف كبيرة رح يقضي 3-4 ساعات على الطرق هيك الوضع اليوم بسوريا ما بعرف كيف يحلوه خاصة أنه الإدارة الحقيقة تحولت لإدارة حمقاء ورعناء إدارة يعني ما بهم ما غير تشبه الضرائب وتوفر على الخزينة أموال لأن مع الأسف القائد عننا صار عبارة عن قائم مقام بيجمع أموال للسلطان أو القيصر القيصر بيهمه شغلة وحدة جمع الأموال والعسكر كيف بدي عيشوا الناس كيف بدي موتوا وشو بدي دبروا حالهم هذا ما بهم هاي دائما كانت علاقة الصلاطين والقياصرة بالولاد ونحن مع الأسف اليوم في سوريا تحولنا لولاية تحت حكم القيصر مثل ما حكينا من كام يوم شكرا لمتابعتكن شكرا لدعمكن للقناة بالاشتراك فيها والانتساب العضوي وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة